خفايا جهاز الأمن والمخابرات الحوثي والعمليات السرية داخل اليمن وخارجه تخرج إلى العلن بالتفاصيل وبالأسماء فبعد نشر منصة تعنى بكشف الفساد تقريلا بعنوان السلطة والتمويه في جهاز الأمن والمخابرات التابعة للحوثي كشف عن الهيكل التنظيمي والعمليات المعقدة باعتباره أحد أهم الأدوات القمعية لترسيخ سلطة الميليشيات في مناطق سيطراتها في التفاصيل إذن أشر هذا التقريق إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي يضم هيكلا تنظيميا هرميا يهدف إلى ضمان السيطرة الفعالة وتسهيل المراقبة الداخلية والخارجية يرأس هذا الجهاز القيادي عبد الحكيم الخيواني برتبة لواء بينما يشغل عبد القادر الشامي منصب نائب رئيس الجهاز منذ 2016 ويشارك في هذا الجهاز وفي قيادته 12 شخصية سياسية وأمنية وعسكرية من القيادات الحوثية بينهم شخصيات رئيسية كأحمد حامد المكنابي أبو محفوظة ومحمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين وكذلك آخرون ممن تربطهم ولااءات مباشرة بعبد الملك الحوثي التقارير استعرض أيضا طرق جمع المعلومات والمراقبة التي يقوم بها الحوثيون للتجسس على اليمنيين بما في ذلك مراقبة الاتصالات والأنشطة الإلكترونية بالإضافة إلى استخدام الحوثيين لجهاز الأمن والمخابرات في السيطرة على منظمات المجتمع المدني وانخراط عناصرهم في منظمات دولية التقارير تهم الحوثيين باستخدام أسليب الاختطاف والاحتجاز القصري كأدوات قمعية للقضاء على المعارضة وبث الخوف بين سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم وأخيرا كشف التقرير عن استهداف عائلات المعارضين وكشف عن تكثيف الاحتقالات التعصفية فضلا عن إجراء محاكمات استعراضية بعد انتزاع الاعترافات بالإكراح إذن نناقش هذا الملف جهاز الأمن والاستخبارات تتابع للحوثيين مع ضيفنا من القاهرة الباحث والأكاديمي اليمني الدكتور عبدالقادر الخراز دكتور عبدالقادر أهلا بك على شاشة الحدث إذن جهاز للأمن والمخابرات والعمليات السرية تابع للحوثيين الدكتور عبدالقادر أنتم من من قمتم بهذا التقرير ورصدتم كل هذه التفاصيل نريد أن نعرف تفاصيل إضافية حول هذا الجهاز أننا كنا نقلنا بعض النقاط التي وردت في تقريركم حجم هذا الجهاز ومستوى انتشاره ومستوى عملياته هل نتحدث فقط عن مناطق سيطرة الحوثيين أم عن مناطق الشرعية أيضا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا الحقيقة أنه يجب أن نعرف أنه هذا هو الجزء الأول فقط من التقرير ويتكون من 45 صفحة يضم طبعا تقريبا 31 وثيقة إلى جهنب 39 مريع طبعا نحن تناولنا حقيقة حاولنا الهيكل طبعا قمنا بتصميمه من خلال كثير من البيانات التي تم فرزها من ملفات عديدة توصلت به المنصة وتحديد هذا الهيكل وهو فعلا يعني هو الهيكل الرئيسي بالنسبة للجهاز الأمن والمخابرات تقريبا هناك ثلاثة وكلاء أو بالأصح نائب رئيس الجهاز ونائب رئيس الجهاز وهناك ثلاثة وكلاء تحتهم وبعد ذلك هناك أيضا خمسة وكلاء مخصصين لعمليات الوكلاء الثلاثة عامين لكن الخمسة الوكلاء الذين أيضا تحت رئيس الجهاز هم مخصصين أحد العمليات الخارجية شخص أيضا للعمليات الداخلية هناك العمليات الإدارية والمالية أيضا أيضا هذا الجهاز يتكون من بعض الأحيان تسمى دوائر وبعض الأحيان تسمى قطاعات نحن أخذنا اسم الدوائر الدوائر تقريبا صنفنا 20 دائرة موجودة وما زلنا نحن نصنف لأنه لدينا بيانات عديدة جدا ونحاول أن نفرزها ونسجل حتى الأسماء المسؤولة عن هذه الدوائر طبعا هذه الدوائر أيضا تقسم إلى إدارات أصدر من الدوائر هذه أيضا الإدارات هذه تقسم إلى شعب طبعا فالجهاز كبير جدا ولماذا أصلا كبر بهذا الحلم لأنه أيضا دمج عدة أجهزة أخرى وهي الأمن السياسي والأمن الوطني أو الوقائي دكتور عبد القادر إذن هذا كان سؤال نحن نتحدث عن جهاز تكشف تفاصيله الآن وكان غير معلن وغير معروف أم نتحدث عن جهاز الأمن والمخابرات والذي أعلن عنه هو جهاز أمني تم إنشاؤه 2019 بإدماج الكثير من الأجهزة الأخرى نعم نحن نتحدث طبعا الجهاز تم إنشاؤه أساسا بشكل سري عند دخول ميليشيا الحوثي إلى صنعها في 2016 وبقي سريا عند 2019 حصل دمج وإعلان للجهاز وأنه تم دمج الأجهزة الأخرى من جهاز الأمن السياسي والأمن الوطني وأيضا هناك ما يسمى الأمن الوقائي والجهادي ضمن هذا الجهاز نحن من خلال مصادرنا والبحث الذي وجدنا أن هذه الأجهزة بقيت كما هي ولكنها تحت سلطة هذا الجهاز يعني هياكلها المعروفة لأن هذه أجهزة موجودة سابقا في الدولة بقيت كما هي بهياكلها المعروفة لكنها تحت سلطة هذا الجهاز الأمن والمخابرات طبعا ماذا يحصل أساسا عندما تم تشكيل هذا الجهاز بدأ أساسا بتعيين عبد الحكيم الخيواني نائبا لوزير الداخلية عند الميليشيا عبر قرار من اللجنة الثورية حتى قبل أن يحدث بينه وبين الأحزاب الأخرى أو المؤتمر تحالف وبالتالي إدخالها إلى وزارة الداخلية كانت مهمة أساسا لاختيار الضباط الموالين لهم اختيار أيضا هناك قدرات أيضا توجد عند العسكريين في القطاعات المختلفة في وزارة الداخلية وبالتالي كانت مهمة عبد الحكيم الخيواني اختيار من هو الموالين وأيضا المعارضين وبالتالي تشكيل جهاز الأمن والمخابرات بعد ذلك أعلن في 2019 على هذا الهيكل الموجود الذي أنا شرحته قبل قليل إذن نتحدث عن أجهزة مخابرات مختلفة لأن هناك استخبارات الشرطة وهذا كان أيضا جهاز يقول المعارضون للحوثيين أنه كان جهاز قمعي الجهاز الآخر الذي تحدث عنه هو الأمن والمخابرات والذي كان بعبارة عن أجهزة أخرى كالأمن السياسي انضمت إليه ذكرت مسألة الاعتقالات واستهداف المعارضين وكان سؤالي إن كان هذا الاستهداف في مناطق الحوثيين فقط أو في مناطق سيطرة الشرعية وبأي طريقة نريد أن نعرف بعض الشهادات وبعض الحالات التي تحدثتم عنها أو وصلتكم معلومات عنها نعم نحوش بالنسبة للاعتقالات هي غالبا تتم في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي حيث يفرض سيطرتها على كثير من المناطق التي هي بالذات في شمال اليمن هناك ربما تحدث حالات اختطاف في بعض مناطق الشرعية تم اختطاف أفراد ربما لا يعلن عنهم عن طريق شخصيات تابعة للميليشيا الحوثي وعبر خلية التجسس هناك أيضا إدارة تسمى أو دائرة دائرة التجسس طبعا هو يمارس كثير من الأساليب أكثر لهذه الاختطافات واللي رصدناها طبعا هي موجودة في مناطق ميليشيا الحوثي وتستهدف أساسا إعلاميين تستهدف ناشطين تستهدف موظفي المنظمات طبعا نحن رصدنا حالات ولكن ذكرنا في جزءنا الأول لأنه أنا كما تحدث هو جزء أول ما زال لدينا هناك عدة أجزاء سيتم نشرها بتفاصيل كثيرة لديكم حالات نشرنا أحد الحالات عبدالقادر ربما كانت لافتة ومثيرة الاهتمام نعم هناك حالة مهمة جدا وهي حالة موظف أحدى المنظمات الدوارية واللي هي وهو هشام الحكيمي للأسف تم القبض عليه وأخفأ قصريا وتعذيبه ولم تتكلم حتى المنظمة عنه للأسف يعني نحن كشفنا هذا الاختطاف العام الماضي وذكرناه قبل حتى عملية القتل وأنه هناك تغطية من المنظمة للأسف لهذا الاختطاف الذي تم حقيقة لدينا مصادرنا الموشوق إذا المنظمة أنقذ الطفولة تطف عنصر أو أو موظف لها من قبل الحوثيين ولم يعلن من قبل المنظمة نعم إلى غاية الآن نعم لا أعلم بعد ما نشرنا نشرنا لدينا في صفحاتنا نشرنا العام الماضي أنه تم سجنه لم تتحدث قلنا تم اختطافه أنه يعرض للتعذيب لم تتحدث المنظمة وبعد ذلك وصلنا خبر أنه قتل الأخ هشام الحكيمي في داخل السجن ووجهنا حقيقة بشكل واضح وصريح أصابع الاتهام إلى مديرة هذه المنظمة أنها هي من بلغت جهاز الأمن المخابرات وهي من تتعامل معه لماذا؟ لأنه هشام الحكيمي رفض كثير من قضايا الفساد الموجودة في المنظمة أيضا ما يتعلق بيبدو هناك صرفيات المليشي الحوثي تصرف المنظمة تحت غطاءات مختلفة للأسف يبدو أنه اشتكوا منا لجهاز الأمن والمخابرات جهاز الأمن والمخابرات عمل على طول مباشرة وفق ما هو يتعامل من طرق وذكرناها في التقرير من أساليب الترهيب والاختطاف القسري والإخفاء نحن نشرنا هذا الموضوع بشكل واضح العام الماضي ضمنناه بالوثائق في هذا التقرير كحالة من الحالات التي لدينا لدينا حالات أخرى طبعا هناك أيضا شخص آخر يعني أشخاص من شخص آخر ولكن كان أيضا ضمن هذه المنظمة هناك أيضا حالات نحن الآن نوثقها أيضا والتي ستكون إن شاء الله في الجزء الثاني هناك حالات لو تعلمي أستاذة أن الاختطافات تمت من متى؟ من نهاية 2020 يعني بداية 2021 ولم تتحدث هذه المنظمات موظفيها مختطفين من تلك الفترة وهناك مؤسسات مجتمع مدني يمنية أيضا لم تتحدث عن ما يحدث لموظفيها وبقيت ساكتة حتى أثير الموضوع بشكل كبير في نهاية العام 2023 و2024 لماذا هذه المنظمات ساكتة؟ لا نعلم لماذا ما هي الأضرار أو ما هي المصالح التي لديهم هناك خلل كبير يبدو في علاقة المنظمات مع مليشيا الحوثي وهناك مساهمات ذكرناها في التقرير نقطة مثيل الاهتمام دكتور فعلا شكرا جزيلا على كل المعلومات على العموم نحن ننتظر جزء ثاني من هذا التقرير والحالات التي رصدت من قبلكم من القاهرة البحث والأكاديمي اليمني دكتور عبدالقادر الخراص شكرا جزيلا لك وأيضا في إطار التطورات اليمنية وفي الملف الإنساني دائما توفي جندي أسير في سجون مليشيات الحوثي نتيجة تعرضه للتعذيب هذا وقالت منظمة مساواة للحقوق والحريات إنها أبلغت من أسرة الجندي محمد عبدالله حسن سليمان بوفاة نجرها تحت التعذيب في سجن الأمن المركزي التابع للحوثيين في صنعة ذكرت المنظمة الجندي أسير في جبهة صرواح بمأرب في يونيو 2020 وتعرض للتعذيب ما أدى إلى تدهور صحته وفقدانه للوعي مرة عدة وفي محافظة إب كشفت مصادر طبية وحقوقية عن نقل أحد المختطفين من سجن تابع لجهاز مخابرات الحوثي إلى أحد المشافي بعد تدهور حالة الصحية نتيجة التعذيب وكان صلاح البعوم اختطف في سبتمبر من العام الماضي على خلفية مشاركته في احتفالية بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر يرفض الحوثيون الإفراج عن مئات من المحتجزين المدنيين بينهم صحفيون ناشطون وحقوقيون وأكاديميون اختطفوا في سبتمبر الماضي على خلفية الاحتفالات بذكرى ثورة سبتمبر من القاهرة ينضم إلينا لمناقشة هذه التطورات محمد العمد رئيس الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان ومستشار أمين العاصمة أهلا بك سيد محمد معنا في هذه المناقشة للملف وتطورات اليمنية وإنسانيا إذن نحن نتحدث عن حالة جديدة وفاة جندي أسير لأن توصيف القانوني لوجوده لدى الميليشيات الحوثية هو أنه أسير في هذه الحرب وتوفي تحت التعذيب الحوثيون يتحدثون عادة عن مبررات مختلفة حتى في هذه الحالة يتحدثون عن وفاته بالكوليرا ما الذي تعرفونه من معلومات سيد محمد أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين والمستمعين الأكارم القناتي العربية والحدث نعم للأسف الشديد وطيرة الانتهاكات ارتفعها بشكل مخيف جدا في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثية وبالأخص ضد المختطفين والمعتقلين في سجونها اليوم هناك آلاف المعتقلين الذي تم اعتقالهم من قبل ميليشيات الحوثي بعد الاحتفال بثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة الذي يعتبرها اليمنيين رمزا لهم ورمزا للحرية والكرامة والعدالة والمساواة إلا أن الميليشيات الحوثية قامت باعتقال كل من يرفع العلم الجمهوري أو كل من يحاول أن يحتفل هناك الكثير من السجون السرية التي تم إنشاءها مؤخرا نحن رصدنا أكثر من 290 سجنا جديدا تم إنشاءها خلال هذه الفترة من قبل ميليشيات الحوثي في العديد من المحافظات كان أبرزها محافظة إيب وكذلك محافظة صنحة هناك تعذيب بشكل وحشي تقوم به هذه الميليشيات الحوثية للمعتقلين والمختطفين في سجونها هناك تعذيب ممنهج تقوم به ميليشيات الحوثي أيضا المعتقلين والمختطفين لدى هذه الميليشيات الحوثية أعمارهم تتفاوت بل إضافة أن بعض المعتقلين لديهم أمراض مزمنة كأمراض السكر والضغط والقلب وغيرها من الأمراض التي هم بحاجة إلى علاج مستمر وعلاج بشكل منتظم إلا أن ميليشيات الحوثي تمنع من وصول أهالهم إليهم أو تمنع من وصول أيضا العلاج اللازم إلى هؤلاء المرضى المتواجدين في سجون ميليشيات الحوثي أضيف لهذا أن المعتقلين والمختطفين يتعرضون للضرب والجلد لكل من طلب أن يذهب إلى الحمام أو حتى إلى دورات المياه للأسف الشديد هناك تعامل وحشي من قبل هذه الميليشيات الحوثية نحن تلقينا الكثير من البلاغات خلال هذه الفترة رصدنا الكثير من الحالات هناك معتقلين أصيبوا بفشل كلوي وهناك معتقلين أصيبوا بشلال تام نتيجة لوحشية التعذيب التي تمارسها ميليشيات الحوثية اليوم تفاجأنا بمقتل الأسير الذي أسرته الميليشيات الحوثي نعم محمد سليمان من جبهة صرواح للأسف الشديد ثم بعد ذلك قامت بتعذيبه وقامت بتعذيب وحشي حتى فارق الحياة وهذه ليست أول حالة ولا آخر حالة ولكن سيد محمد ليست الأولى وليست الأخيرة أعذرني على المقاطعة ولكن حينما تحدثت في سؤال الأول قلت أنه التوصيف القانوني هو أسير حرب أسير الحرب تحمي اتفاقيات دولية بينها اتفاقية الجنف الثالثة التي تمنع الإساءة الجسدية لها أو الإساءة بشكل عام وتوفر له معاملة إنسانية في هذه الحالة إن كنتم وثقتم معلومات كافية حول هذه الحالة وحالات أخرى هل لجأتم لجهات دولية ما لتفعيل هذه الاتفاقيات لإدانة الحسيين للأسف الشديد اليوم نحن أمام أكثر من خمسة قرارات من بعد اتفاق السلم والشراكة صادرة عن مجلس الأمن الدولي من القرارات الملزمة التي لم ترى النور حتى هذه اللحظة اليوم للأسف الشديد المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة لم تستطيع أن تحمي موظفيها السفارات الأوروبية والسفارات الدولية والسفارة الأمريكية لم تستطيع أن تخرج معتقليها موظفيها من سجون ميليشيات الحوثي اليوم هذه الميليشيات الحوثية تجاوزت كل القوانين سواء المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية التي تعتبر ملزمة وتعتبر اليمن طرفا من الأطراف الموقعة عليها أيضا تجاوزت الأعراف العادات القبلية والاجتماعية التي يمشي على ضوءها الكثير من القبائل ومن الأجناس اليمنية هذه ميليشيات حوثية لا تؤمن إلا بالقاتل والموت نعم ولكن هناك حالة الآن تعاني وضعا صحيا خطيرا وهو ليس جندي أساسا ذكرنا اسمه منذ قليل للصلاح عبد محمد البعوم هو تربوي هو يعمل في التربية على الأقل فعلتم شيء لحمايته لضمان إخراجه لأنه الآن مثل ما ذكرتم وتذكر كل المصادر هو يعاني من تراجع وتدهور صحته إلى درجة نقل إلى المشفى نحن شخصيا رفعنا مذكرة لمكتب مبعوث الأمين العام التابع للأمم المتحدة بأكثر من 180 معتقل خلال الشهر الماضي جميع هؤلاء المعتقلون وصلت لنا معلومات مؤكدة وموثقة أن مليشيات الحوثي تقوم بتعذيبهم وأن حالتهم الصحية أصبح حريجة جدا وهم بحاجة إلى نقلهم إلى مراكز صحية طالبنا مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل إلا أنه للأسف الشديد إلى هذه اللحظة لم نرى النور لهذه الرسالة التي تم رفعها وذلك الكثير من المناشدات التي ناشدنا بها سواء برامج الصريب الأحمر أو هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لكن للأسف الشديد كما ذكرت لك اليوم هذه المليشيات الحوثية لا تؤمن إلا بالدماء كل من يعارضها ويعارض فكرها ومشروعها فهو حلال النفس والمال والعرض وفي أحسن حالاتها الإخفاء والاعتقال القصري والتعرض للتعذيب وشتى أنواع العذاب لكي أن تتخيل هذه الجماعة المدججة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة تعتقل وتأسر وتخطف كل من يعارضها اعتقلت أطفال خلال الفترة الماضية في عيد سبتمبر وأخضعتهم لجلسات مطولة من التحقيق وهي تحقق معهم عن تخابرهم مع أمريكا وإسرائيل وإرسال محادثات وغير ذلك من التهمة الجاهزة طفل لا يعرف كوعه من بوع لكن هذه الميليشيات الحوثية تخضعهم للكثير من التهم المدبلجة والملفقة لها اليوم نحن بحاجة إلى توحد جماعي من المجتمع الدولي ومن هيئات الأمم المتحدة ومن مجلس سلام الجميع يجب أن يقوم بمسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب اليمني اليوم جميع الشعب اليمني أصبح ضحية لدى هذا الجلاد الميليشيات الحوثي فيجب على المجتمع الدولي أن لا يتعاملوا مع الجلاد ضد الضحية يجب أن يكون لهم موقف واضح يجب أن يتعاملوا بمسؤولية اليوم اليمن تحت البند السابع ومن الواجب عليهم أن يقوموا بحماية الأرض والإنسان اليمني شكرا جزيلا كنت معنا من القاهرة العاصمة المصرية محمد العمدى رئيس الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان ومستشار أمين العاصمة شكرا